قتل أحد عشر شخصاً من بينهم سبعة شرطيين في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف الشرطة الصباح الثلاثاء في وسط اسطنبول ونسبه الرئيس رجب طيب أردغان إلى المتمردين الأكراد ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الاعتداء إلا أن أردغان حمل مسؤوليته إلى متمردي حزب العمال الكردستاني ووقع الاعتداء في ثاني أيام رمضان ودعا أئمة المساجد القريبة السكان إلى إخلاء المكان وهرعت عدة سيارات إسعاف وأطفاء إلى المكان مطلقة صفرات الإنذار ووقع التفجير العنيف بالقرب من محطة تراموي القريبة من المواقع السياحية الشهيرة في وسط المدينة من بينها مسجد السليمانية وأغلقت السلطات محطة تراموي بعدها وتعيش تركيا منذ أشهر عدة في حالة إنذار بسبب سلسلة غير مصدوقة من الاعتداءات المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو إلى ناشطين أكراد مما أدى إلى تراجع السياحة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر